السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نازلنا نجري هذه المقابلة مع الحاج طاهر اسماعيل السمرين أبو أحمد وهذا الجزء هو الجزء السابع من هذه المقابلة حجي بدنا نتحدث عن زيارتك للمدن الفلسطينية أو قبل ذلك حجي بدنا نسألك عن وجهاء القرية المعروفين والمشهورين بإصلاح ذات البين وطلب يد العروس وتصدر الجهات مين كان أميز الناس حجي في قريتك الراحة طبعا في الدرجة الأولى المختار نعم المخاطير يعني مخاطير همها تقريبا ما يكون يخزين هذا الوجه من ناحية الجاهة والواسطة نعم والأخذ والعطى تقريبا مهمة تقريبا يعتبروا جاهة عن كل عائلة اللي هم فيها يعني دار زغب عبدالله سيد في دار علي محمد عوال عبدالدكي في دار في الحارة أبو سالب خليل سالب عبدالدكي في الدوار محمد عطية هذولا كانوا تقريبا يكون عندهم علم لما بدي يصير جيزة أو جواز أو أنهم بديهم يطلبوا طلب يعني فلانة عرفت لكي كانت في بدايتها وتكبى النساء فيها في بداية اللي تنتقي ولما بتم الإشي وبتفكوا على الأخذ والعطى بصير طبعا بدخل للجال مش مشكلة حاج المهم يعني هؤلاء هم الأشخاص اللي انت تتفكروا مجال طب مين كان أشهر لأبناء القرية في الشعر الشعبي في الزجل في الغناء في الغناء في الدبكة في العزف عناي أو اليرغول والله علشان أنا هذي ما بهتمش لها بس أيام زمان حجي مين كان؟ كان؟ على اليرغول مين كان حجي؟ مش ما كم واحد أنا يعني أنا كانوا يغنوا ويرقصوا ويسووا عادي بس مش مش هذي يكل الشغلات اللي بتقول عنها بس في كرة ثانية عندك في جهة تراملوا هذي ولكن بيهتموا لهيك شاركة بس دهت منطقة الكتر عادي يغنوا يسووا طب شبابة يا حج ما كانش حدي يرسوا؟ فيه فيه شبابة مين كان يا حج؟ كل واحد عند عرس يشبب يطلع هو منهم يشبب على التلتكيه طب ما كانش واحد يعني طيب يعني اتجوز اخوي انا ما ما زفو الشي لا شبابة ولا اش عاجوا حضر العرس والنساء والرجال ما سووش هذي شبابة نعم بس فيه فيه ناس عبدهنية ناس عبدهنية عبدهنية بقى يطلع الشبابة وفيه اخرى واحد نمر فاغية بقى هدولا طب حجي مين يعني اللي كان يغني مثلا صوته حلو؟ مين يازا شت انت ما هذي اشياء ما كنتش اذكرها لانا تجي صدفة هذي طيب حجي كان في عندكو حدا في القرية حدا؟ حدي حدا اي حدي في العرس يعني زجال زجال؟ نعم لا طيب دبيك مشهور مثلا مين كان حجي؟ والله كانوا يجوا ناس يدبكوا يعني يعرفوا يدبكوا بس ما ما احد مشهور فيها الشراء هذه ما فيه طيب حجي كان في عندكو قائد عسكري لثورة 36 مشهور ومعروف والله كان فيه ثوار مين كان ثوار يا حج؟ بدي اسمع بس كان عبد الله حسن جبر وعبد الله صمرين وعيسى الحملة وعايد جبر ما تتلهم؟ الله يرحمهم يا حج خليل منون هرفت انت فيه وعبدي الحمزة وعبدي الحمزة ومسلتنا محمد والشخامي فيه كثير كان تعقوب أصفار ستة ثلاثين طيب حجي كان فيه عندكو شيخ أزهريين يا حجي؟ أبوي مني الشيخ سماعين صمرين نعم درس سناكو ودرس ودرس مني 25 سنة درس فيه عندكو والشيخ عيسى منون هو الحبي مستقى الحبي هذا جديد طبعه برضو هذور كانوا الثلاثة في الأسالي حجي اسماعين وخليل منون لا مش خليل منون عيسى منون عيسى منون عيسى منون دمحاني محمد يعني من العلماء المعروفين كان لهم حجي يعني حيبتهم يعني احترامهم كان لهم طبعا كان أبويام في البلد طبعا ما طوالش هو يعني توقع بعدين وكان وكان مو بدشي ضعج في فلسطين كان مدير جاء على مصر شو سبب حجي كان راه ترجع على مصر يدرس هناك بشغلة يعني عالة التكيب وخلص وضعن هناك بس في فلسطين ما مصار لش نصيب طب عيسى منون درس في ضعن هناك رئيسي رواكي شوام في مصر عيسى منون ها مصر ومعنا يقص مصر 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 سبب عنا وقد مصر كان قبله أم بعد كهما في زمان واحد فأنا وعلاقتك مع بعض كثير كان يريد أبوياً كثير وكان سير المنافسات مع الطلاب وكون أبوياً من الناس اللي بقي يدافع عنه طيب حجي كان في عندكو مخفر للشرطة؟ كائن مخفر في مدرسة البنات اللي كنا لك صارت مدرسة بنات يعني بتدري اسمي هولا واسعة كبيرة طيب على دورك حجي كان في مركز الامن؟ وين كان اقرب مركز الامن عليك؟ بالكل طيب ابناء قالتك حجي كان يفضلوا اذا صار مشكلة كان يفضلوا حل مشاكلهم فيما بينهم؟ عبروا الجهاءهم؟ والله مشاكل ما كان يحصل كثير ويدخلوا المخاطير والناس الطيبين واللي يحبوا الالفاو ما يحبوش الفساد يدخل في الموضوع ما يلزمش لا شرطة ولا اشي وتكاثروا ومروا البلد كلها وعادوا الصالح وتدخلوا الناس كويسين بلدنا كبيرة والمسيحية كانوا هناك محترمين وقدروهم وحقوقهم محفوظة وما حدا يتعدى عليهم وعايشين عيشة كويسة وما حدا يتعدى عليهم محفوظة طيب حجي هذا المغفر انت شفته يا حجي؟ ما شفته مغفر في البلد ما هو محل هوا أخدوهم المغفر أنا قصدي اللي في الكودس لسانجي مغفر الشرطة تعال الكودس؟ نعم في الكوش لا او في الكودس عالية كبيرة كثير غرف وحجي لا ما رحت الشنف ما شفته يعني؟ لا ما شفته طيب عناصر الشرطة حجي؟ صغيرة أنا بكيز عمر 12 سنة طيب عناصر الشرطة حجي؟ كانوا انجليز وعرب؟ الانجليز مبين كثير و بالعرب كلبك كلبك زي كيف الشركة اللي بلبسوه الشركة في الهالة في الكثور الحراس الخاصة زي بلستاين بوليس طيب حجي اليهود كانوا ايضا في الشرطة حجي؟ كان فيهم شرطة فيهم ضباط طيب حجي ايضا بد اسألك عن وسائل النقل كان مستخدمة للشرطة هل كانت عاليات ولا كان ايضا خيل؟ اغلبها خيل اللي يجي علينا بس اللهم في الكدس سيارات جيب طيب تتذكر اسماء حجي كانت مشهورة في الفوليس؟ اسماء انجليزية فورد فورد اه فاذا بقى عدق عليها في الكرة فورد بس كتلوا ايضا طيب وعرب كان في اسماء مشهورة حجي في المغافر؟ فايق بالإدريسي نعم في القدس كان حجي هذا؟ اه كان ظالم ولا كان كويس؟ طيب اه 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 طيب حجي كان فيه سجن في القدس؟ طبعا فيه فيه ولا ما فيه؟ فيه حاذا نسجن من الابناء قاربك حجي في هذا السجن؟ طيب حجي حاذرتك؟ حاذرتك قمت بزيارات لمدن فلسطينية قبل نكبة حجي؟ انا؟ نعم قبل نكلة الثمانية أربين؟ نعم اه اه اتنات على القدس؟ بس فقط القدس يا حجي؟ اه رحنا وانا صغير بصحاها وش الناصرة هلت انتكي؟ وسكننا فيه ليش رحت عما اه طبيعة عمل والدك يعني يا حجي؟ اما كان يشتل عبويا في قاضي قضاء هنا هلت انتكي؟ نعم ويا فلا بس ابويا راحناك واختي الكبيرة اخذها يعني كان عايش عذابي ابويا مرته في البلد وهو روح على يا فاو ويرجع هو بنته اسمها صريم الله يرحمه منها طيبة الرحمة بالجوز على الطيبة عن ميت او الله يرحمها ويرحمنا اختياره صارت كبيره امرها بجيء بعد ثمانين سنة طيب حجي يعينها ومشاء الله طيب حجي القدس ليش كنت تروح لها يا حج؟ ورا ما كراش في انه كطايف في البلد وفي رمضان هذا الحج اللي رفته وكابلته كل روح اطلع عاشته عن القدس فاطلع في الباب طيب كنت تعرف القدس كويش يا حجي ولا بس اعرف البلد القديمة والبيزار واعرف محلية ببيعوا قطايف والخلويات واشتري لحمة اروح وكانت ضغيره من عين كنت اشتري قطايف يا حجي؟ والله من الكلس المحل شو اسمه يا حجي؟ واحد كانت حتى ساكن بلد نخرة الحلواني يكونوني اعرفت انت كيف وبيعوا قطايف كويشه وكانش فيه لا غش ولا فيه قطايف الكلس قطايف عجينة كان اعطوك اياها حج جولة؟ مع خبوزة بس احنا نعبيها نشيها ونسويها نعم نعم نشويها ايا نكليها بسيري طيب حجي واللحمة لما بكى يخص لحم علينا انه تروح على اللحم بالشي يطلع على القدس نشري قريبة يعني زي مثل نقول اقرب من الوحدات يعني هاسا اوين نحن الوحدات؟ الوحدات فيه حوالة سبعة كيلو ثمانية كيلو من هول احنا مقال نطلع على القدس بس ببار طب حجي شو كان يعجبك في القدس؟ طب حجي شو كان يعجبك في القدس؟ يا الله تل زكايكها وشوارحها طرابها تل اشي بكى يحتيبني ماذا تقولي انا رحت على تركيا وفرقت العالم كلنا وما الضال بيختار في بارنا كأن انا ماشي في القدس وفي بلادنا باش بلد عز من بلد الوحد حاجي صليت في القدس؟ اوه الحمد لله قبل النكبة ولا بعد؟ لا في الستينات خمسة وستين ست وستين بكت ما الع نقود عرفة انت كيف انا رحت على الكويت مجانا اطلع على القدس لا روحتش طيب حجي لما كنت جلو على القدس ايضا فتت سينما يا حجي رحت مسرح مثلاً لا في الكوش؟ نعم بس صلينا في الأقصى ونزور أخويا كان في در الأيتام ضرير نعم ونروح بعدها بكينا نزورها وإحنا في بيت لحم طب كان في محطات حجي محطات للبساط محطات للسيارات ولا كان في باب الخليل في مكان محطات هذا قبل النقل نعم أخذوا اليهود باب الخليل والقدس كلها ما صفيناش اللحنة في البردة الكديمة نعم صار في باب الزاهرة باب العامود يا ربي موقف الباصر طب حجي كانت أسواق القدس أسواق متخصصة سوق للقماش والذهاب نعم طبعا مرتبة لذا ما أقدم من نيويورك ما هي أساسا الكنسة شو شو نيويورك يحط نعم هذي ألاف السنين فيها أسواق قديمة ومرتبة وأحسن من أسواق باريس وبرلين من مليحة ومقديمة ومليش اللي اليهود اتحاقتوا عليه طيب حجي بدنا نتحدث عن الموروث الاجتماعي العياد الدنيا والمناسبات الاجتماعية شهر رمضان الفضيل يا حج كيف كنتوا تستخدمون بكل سرور بكل راحة واطمئنان لأن شهر فضي ومكننا ننصت فيه على كل ذلك طيب يعني شو كان طقوس هذا الشهر يا حجي طيب يعني شو كان طقوس هذا الشهر يا حجي طيب يعني احتفلوا فيه يعني طبعا صيام وكيام وصلاة وعبادة وعشة زي هذي طيب يا حجي لما كاني يعني يشرف هذا الشهر الفضيل كان فيه هناك اطعمة خاصة في هذا الشهر يا حجي طبعا فيه اطعمة الكطافة بكل كعانه نعم هذي اول اشي باليامه غير يا حجي هو الله يارب يعطيك الصحة والعافية والامتسامة وضوهاك يا حجي ايوه اكل طبعا قمردين يا حجي قمردين يا حجي هذي 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 يجلبوا هو طيب حجي الناس كانوا يكتوهوا على العذان ولا على المدفع pillar والله كان عندناش احنا مدفع في الكدس كاد كنت تسمعون مدفع على القدس لا احنا كنا اذن واحد اذن اذن في نص البلد يعني يطلع واحد ابو عبد خلاد الله يرحمه كنا نطلع احنا على الحيض ونقول هيا اذن اذن جل واحد من دار ليطلع ولد عاساس روح الخبر ابو اهم انها يتأذن وكانت ايام حلوة طب حجي كنتوا تصلوا التراويح والله يا هذي اللي ما اكون شناء اصلي طب تهتك عندك معلومات انه كان في ناس بشهر رمضان يروحوا على القدس حتى يصلوا في الاقصى اغلبهم هناك اغلب الناس اللي من ان كانوا يطلعوا على القدس لانه كريبة يوم جمعة ولا كل الايام في رمضان اغلبهم يطلعوا على القدس يوم الجمعة يطلع على القدس ليش يعني ما يصلوا الجمعة في بلدنا بس لما تكون انت الكدس بريدة عنك مثل هانا واقرب من الوحدات يعني عرفت انتا كيف نعم طب وليش تدشرة انتا خمسمائة ركعة ما هو في الكل الركعة وهذا المسجد يشد اللي حالي له اه فعلا ليش تصل في بلدنا عرفت انتا كيف بمعوحنا هالا لانه مكتوح على القدس لازم يصلي من القدس وطلع على القدس انا ما الصبح اكبر هناك روح فرضنا الخميس انا هم هناك وعند قرائب النا في ابو ديس وفي العزرية فرضنا وروح اصلي وثاني يوم اروح انتا تقدر تروح على المدينة ها الساعة تصلي وتيجي مبليدة سبع ألف كيلو من المدينة المنورة على ساكنها ألف السلاب بس الكدس كريبة وبكين احنا من منطقة الكدس طب حد كان في عندكم مسحر كان فيه في الليل اليدي مين مراتي هذولا بقى اعرفهم مش افتتهم متبرعين وما بيمدوا ايديهم فرضنا من لله يعرفت انت كين فهمت انت عليك يعني ما بيجوا بيطبلوا في الله بعد الافطار وكلك خاضر فيه المسحرين وتعرف انت انا صار وقت الصحور والناس تصحر بعضا عرفت انت كين يعني فرضنا عندي عم في عندي عمات اكتبار بكا تتنبه وتكوم تصلي وتنبه هنا طب حجي كنت تدفع حجي زكاة الفطر ولا كنت تدورش عليها لا كنا كيف ماكو كل واحد يطلق زكاة عن ابنة فلوس ولا هوات تموينية حجي فلوس هوات تموينية بس اموات تموينية اذا بيجوا الناس من برة طيب حجي كاين الناس يبطروا مع بعض مثلا ولا كل واحد يبطر في بيت واحد لا مراعب ولاده يعني احنا وامي وخمتي وخواتي وانا لا بقى محظة الشبعي بقى مية انا ما اصحى طبعا صام افطروا اياما كانوا موجود مع خواتي وامي واخوتي اذا اكبر مني هو بقى موجود يسوموا بصحاش انا هذي يعني اختي الكبيرة كانت تحضر واخوي الكبير هاذا اه طيب حجي اه عيد الفتر السعيد كيف كنتوا تستقبلوا حج؟ اه اه يرمسط عليه يعني طيب كانوا يشتروا لكم ملابس حجي قبل الايد؟ اه طبعا كانوا نطلع ع الكدس نشتري طيب صلاة الايد وين كانت تقامي حجي؟ في الجارة يعني مش في القدس حجي يطلع ع الكدس كله في كريبة الكدس نعم هذه في الدرجة الاولى ما فيها الكدس من دول ما تسأل الاغالبية يحب يطلع ع الكدس يعني كريبة عشر دكايق بتكون في الكدس ليش تصلي في البلد؟ يجو من جميع فلسطين ع الكدس قال بتنتكير ويقبل اقصى ما لياء الناس قال بتنتكير؟ من أبوديس ومن الآذرية ومن صور باهر وشبيكل حوالي وبيت لحم وبيت جالة وبيت جالة كلها بس هي فيش يعني بس المثل وبيت لحم والخليل نعم طيب حجي بعد الصلاة بعد صلاة العيد وين كانوا الناس يروح؟ روحي على المقبرة شو كانوا يعملوا في المقبرة طبعا يكروا الفاتحة وزوروا قرائمهم نعم اللي تنتكين ويرجعوا ع البيت على بيوتهم طيب حجي كانوا وزعوا ايش على المقابر؟ وحيويات مثل شو حلوليات لحمد؟ الفلاحين يرغوا يسووا زلابية نعم ويشتروا فينا سغريبة وبكلاوة وأشياء زي هذي كلافة لأ طيب حجي غريبة وبكلاوة بعد زيارة المقابر حجي الناس تروح تسلم على بعنك؟ طبعا عبيوتهم يروحهم طيب حجي شو كنتوا تأخذوا لأرحامك؟ ويعيدوا نقل هو نقل طب انتوا كأطفال صغار كنتوا تتقاضوا حجي أو كانوا يعطوكوا الكبار معايدة؟ فلوس؟ طبعا عم الله بدأ يروح بدأ طاع الكدس أنا بدأ أخذ من الوالدة تعطيني طيب حجي خالك مثلا عمك ممكن يكون يعني يعطيك معايدة أو لا يا حج؟ معايدة أو لا يا حج؟ لا يا حج لا أخذ منهم طب كم جي مراجيح يا حجي داخل القرية؟ أه باقي سووا مراجيح بفلوس يعني؟ بفلوس طيب حجي عيد الأطحى المبارك شو كان يختلف عن عيد الفطر السعيب طبعا عيدة أول عيدة الصغير عشان بيجنشرة في ملابس وعيدة وبكبه إلى سنة مش جاي طاكي راغبتها كثير عرفت أنت كيف؟ نعم أما للعيد الصغير ما فيش بينه وبينه عيدة الكبيرة كثير شهرين؟ ما فيش هذاكه التشجيع ولا هذا زي العيدين الكبير طب أيضا عمي كان يكون فيه لبح نشيف على اللبح نعم نذبح يوم من عيد الصغير ننشغل في الزبيحة اللي بدا يشوي لحمة اللي بدا يو شو اسمه؟ ويكبر خاروف اللي الجدي مربعا طولة يكبر متر نص متر وهيك ريحة لحم تغيال اليوم زيما بتشم ريحتها بتراجع بكت كبل تكبر ريحت الخاروف لحمت تشه يعرفوا انك انت لابع تبيحة وبتوكل في لحم جديد بكت الحياة تطلع على الريحة انا امي طبخة كرش في العزب في برلكو وبكينا نطبخ في تناجر الحاس نعم وحطت طنجرة غطاتها وحطتها في حياة تعطيها بكت متشعجة ملابح عليها شوفوا على ريحة الطبي والثمنة بتطلع الحياة اليوم هزا ما انت بتشد مداخيرك لما بتشد مداخيرك بوكل كرتون وورك ذهنك ريحتها لانه بوكل شرية اسأل انت المهنزين الزراعيين عندهم خبرة فيه لحم اللي بوكل شرية الخرفان وتوكل شرية تعرف ان لحم تزرخم بطلع تفاع وعنب وتين لما احنا التفل التين لما بتكعب تسوي حب التين ما بنسويها اشي ما بنسويها كالطين احنا بنسوي التين عين كالطين هذا كل هاته بلتم الزبيب والعنب والكطف العنب اللي هالكدي مضروب بنحطه مع التفل ولمين تفاع اللي واكع من الشجر لمين الى الخارو بغب فيه غب طيب حجي اراكم بلعب المورد النبا والشريف المورد النبا والشريف الله مصلي عالث النام محمد كنت تتحيو هذه الذكرى يا حج راي هالي ما بنذكر مكنش اصد مكنت صغير طيب يا حجي خميس البيان وابد ان العلماء كانوا يحيوه في الكدس ويصير احتفال عادي وقويس طيب حجي خميس البيان محمد اقبال اعجب على احتفال المورد النباوي اش اسمه الاسراء والمعراج اجب فالف بسمية واحد ثلاثين بس انا ما فكرتها في العربي عندي قال مانش الدكيب واحد ثلاثين وحكى على انه اساس اتحتى اجا خبر من الهند بكتش من تحت من حصلا باكستان اجا خبر على انه يطلع بعدين اش كان هو رئيس المؤتمر الاسلامي الحج عميل الحسيني وشذاب والدحم وصدع كان لازم العرب يتحدوا على اساس الاسلام لانه ما بصير قائمة للعرب وكيان وعز وسؤدد الا بالاسلام اما غير الاسلام بظالوا مذلى للشعوب كلها ومذليلين احنا لما ابعدنا عن الاسلام شف حالنا احنا صار شو صار راحت فلطين وتعد علينا الاجانب واليهود والانجليز والصريبيين اما لما احنا بكينا عزاء في ديننا وماشينا على سنة كتاب الله وسنة رسوله كان ما حدا يستجي يكرب علينا ابدا بس راح هالاشي هو راح الخلطين كان لازم انه يرجع العرب على اساس الاسلام ولما برجعوا على اساس الاسلام احنا العجم من نتبح الله يرحمه قال اذا الامان ضاع فلا امان ولا دنيا لمن لم يحيي دينه ومن رضي الحياة بغير دين فقط جعله فناء لها قريب صحيح الله هذا هو قال محمد اكبال غنتها من كالثوم طيب حجي بد اسألك عن خميس البيض يرحم والدي ها يرحم ها موسم هذا شو كنتش تعمل فيه هذا يضرب يجيبوا البيض باردوا فيه طيب كان ملول من العادي كان ملول من دميع العلوان راحت هذيك الأيام باردوا بطر يسوه مش ميس دين طيب شو بالضط ماذا كنت تلونه ماذا كنت تلونه هذا البيض يا حجي؟ والله نجيبك سبغة من الكتس طيب ما كنتش تلونه طيب كان فيكو حدا يغش يا حجي؟ ها كان في حدا يغش؟ ايش في البيض؟ لا يجيب له حورة مثلا اشي بيضة؟ نعم لا ما في غش؟ أعوذ بالله ولا انت تقامشت يا حجي ولا لا؟ والله لا ممكن تقامشت اوه طيب خسروه كنت البيض والله ممكن خسرت البيض ما بعرض بس بيض عادي نعم زيف وبيضة ما يكربوش عليه بعده ما يبضحوه أنا ساوهي طيب حجي موسم النبي موسى او النبي ربينا يرحم ألديك هذا برضى ما كايضوحوا يوخذونه على الكدس كنتو هو على الموسم النبي موسى يا حجي؟ لا على الكدس على الكدس فصدوا لك النبي موسى والله هذا الرملة واللد قلب تنتكيه الرملة واللد حجي بيروحوا على ربينا وعلى صالح وكريمين اظني على النبي موسى لا النبي موسى شر عند اريحة ما اكلنا شروا عليه بس ما كان يقولوا بدنا ناخدشوا وكالوا بدنا ناخدشوا ع غز اخروا حضرنا واعينا ونطلع في الباط ما احنا انا شركة باطات في عين كان واحنا انا سهم وابو علي صمرين اكثر مساهم فيه بدنا يروحوا وتشلل مشتركين في دار طاهم النون عيسى عليا احنا بدنا نروح ندمح البنات والولاد وبعد ايش كانوا فرطط ما رحنا اوش راحت غزة وراحت فلطي بعد انك بدنا ناخد استراحة قصيرة ونتابع حديدنا